بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذي نصطفى أما بعد أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجكم إيمانيات وحديثنا هو خطورة الإصراف الإصراف هو التجاوز في الحد في كل شيء فهو مذمون حتى في العبادات لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الإصراف والله عز وجل قال إنه لا يحب المصرفين خصوصا فيما يتعلق بالأموال أن يصرف الإنسان في اللباس في المطعم في المشرب في كل شيء الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين أمر لا يحبه الله عز وجل لماذا يقدم عليه النسان وهذا ليس من شكر النعم شكر النعم للنسان يحافظ عليها وأن لا يكون مصرفا فيبدد هذا المال وأن يتجاوز فيه لغير حاجة فضلا عن أن يكون ضرورة كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى سعد بن نبي وقاس يتوضى فقال يا سعد لا تسرف قال أفل وضوء صرف قال لا تسرف ولو كنت على نهر جارب حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى بالمد المد هكذا بمقدار الماء الذي يملأ كفي الشخص ويغتسل بأربعة أمدد إلى خمسة أمدد يغتسل بالصاع الصاع أربعة أمدد يعني بالقليل ما كان يسرف صلى الله عليه وسلم يتوضى بالمد ويغتسل بالصاع وحتى توضى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثلاثا ثلاثا في أعضاء وضوئه فقال الوضوء هكذا فمن زاد فقد تعدى وظلم بعض الناس يزيد في أعضاء الوضوء يغسل أربع مرات خمس مرات ست مرات لا السنة ثلاث مرات تقصشي أو تتوضى مرتين مرتين أو مرة مرة كل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم توضى مرة مرة تقصر العظام مرة واحدة فقط أو مرتين أو ثلاثا لا تزيد على الثلاث خلاص هذه حدود شرعية لذلك قال فمن زاد فقد تعدى وظلم وأيضا حتى فيما يتعلق بالصدقات فركلوا وشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إصراف ولا مخيلة فبعض الناس ربما يشتري ملابس كثيرة أو يريد أن يباهي بالموضة والتقليد لأصحاب الموضة وهو لا يقدر على ذلك بعض الإنسان معاشة بسيط ثم يتكلف المركات الباهضة ربما تتجاوز الآلاف كالساعات والشنب وهو غير قادر ربما بعض النساء تدخل الجمعية مع صديقاتها من أجل أن تشتري هذه الأشياء الباهضة وهي لا تطيقها ولا تستطيعها من أجل المباهات والإصراف في ذلك بغير مقدرة الإنسان الذي الله عز وجل يعني أغنى وثري يشتري الأمور التي يحتاجها وإن كانت يعني أسعارها باهضة ما يضر هذا لكن إنسان غير مقتدر ثم يتدين وعليه ديون ويريد أن يباهي ويسرف في الأمور التي ربما لا يحتاجها من أجل أن يروني هذا حقيقة ليس من شكر النعم الله سبحانه وتعالى بيّن لنا نعمه وأن نشكرها فقال حتى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فكفر النعم منه الإصراف فيها فهذا ربما يسلبها من العبد وهو لا يشعر في الشرم في الصدقات في كل شيء فيتجاوز الحد حتى أنه ربما يضيح هذا المال مع حاجته وحاجة أهله وأولاده له على أمور ربما قد تكون تافية وبعضها لا حاجة له بها فيتجاوز بالشيء من غير حاجة مع عدم مقدرته على ذلك أما التبذير أن الإنسان ينفق المال ولو كان قليلاً ولو ديناراً في حرام هذا هو التبذير لذلك الله قال ولا تبذر تبذيراً إن المبذيرين كانوا أخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفر فالتبذير أن يصرف المال ويبذل المال في أمور محرمة هذا ولو كان ثرياً وأنفق ديناراً واحداً في الأمور المحرمة فهذا هو التبذير الذي هو من أعمال الشياطين إن المبذيرين كانوا أخوان الشياطين أما الإصراف وأن يتجاوز الحد في النفقات في الملبس والمشرب وفي كل شيء تجاوز الحد فهذا مذموم الاعتدال والتوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطة في التوسط والاعتدال مطلوب فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من إضاعة المال وهذا لا يرضاه الله ولا يحبه فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال تضييع المال يكون بالإصراف فيه هذا ضياع للمال بغير حاجة ينفق الأموال خصوصاً من يريد أن يباهي أمام الناس يكشخ أمام الناس وهو غير محتاج إلى هذا الأمر وليس بمقدوره الله قال لينفق ذو الساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه فلينفق مما آتها الله لا يكلف الله نفساً لما آتها فما يليق بإنسان يفعل هذا الفعل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير إصراف ولا مخيلة الخيلاء المباهات التكبر في ذلك يريد أن يشار إليه فهذا أمر لا ينبغي الله سبحانه وتعالى قد يسلب النعم بسبب الإصراف إصراف الماء إصراف الكهرباء ربما بعض المرافق في البيت غير محتاجين إليها الكهرباء كل شغارة بغير حاجة فهذا لا يليق وكذلك الماء يبدد حتى يعني جزاهم الله خيراً وزارة الكهرباء والماء كثيراً ما يحذرون من قضية الإصراف في الكهرباء والماء ويرشدون إرشادات للاستهلاك ونحو ذلك ويضعون يعني إرشادات كثيرة خصوصاً مع دخول الصيف فالشاهد ينبغي على الإنسان أن يراقب الله عز وجل في هذا الأمر قال الله وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعهم يعني بكسب أيديهم بما كانوا يصنعهم فالإصراف فهو من كفر النعم والله قال وإذ تأذن ربكم لأن شكرتم لا أزيد أنكم ولأن كفرتم إن عذابنا شديد فالإصراف ليس من شكر النعم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يبارك لنا وأن يزيدنا من فضله وأن يعوذ بالله من الإصراف والتبذير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة